بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه عزائي التلاميذ اليوم نقف مع مدخل القصة بعنوان حق البيئة الإصلاح وعدم الإفساد ننطلق كما هي العادة من وضعية مشكلة ترونها أمامكم مكتوبة جرت العادة أن تقضي كل من عائلة علي وعائلة حسن في كل فصل الربيع عطلتهما في منتزه جميل ليتمتع بالطبيعة الخلابة وتزيين التراب بألوان من النباتات والمحصولات الزراعية وفي اليوم الثاني خرج كل من علي وحسن مع أبنائهم الصغار إلى غابة مكتضة بالأشجار وافرة الظلال قريبة من مجال للمياه العذبة إذ لاحظ علي حسناً لنظف مكان جلوسهما ويجمع الأزبال فيرميها في مجال المياه ويستأصل فسائل صغيرة من أماكنها ليلعبها الأولاد الصغار فقال علي لحسن بأدب ولطف ألم تقرأ قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فقال حسن الفساد لا يعني رمي الأزبال في مجال المياه لأن الماء يجري ويرمي بما فوقه جانباً بالإضافة إلى أن الماء كثير وما أرقي فيه إنما هو جزء بسيط جداً لا يتأثر به النهر ولا الماء ولا البيئة كما تقول إذن فما رأيكم عزاء التلاميذ هل رمي الأزبال وتلوث البيئة من الفساد حقاً؟ أم أن علياً يفسر القرآن على هوا حينما قد ظهر الفساد في البر والبحر أو أن ما يقوله على حق إذن فالسؤال الإشكالي هو هل رمي الأزبال وتلوث البيئة بها يعتبر إفساداً في الأرض؟ إذن من خلال هذا نستخلص فرضيتين اثنتين فريق يختار القول الأول فيقول نحن نتفق مع علي لأن إفساد البيئة من الإفساد في الأرض ثم فريق الآخر يقول نحن مع حسن لأنه أولاً يصلح ما كان الراحة لعائلة ولا يفسد وما ألقاه في مجال المياه جزء بسيط لا يتأثر به الماء ولا البيئة ولا يعد هذا من الفساد أما الفساد هو فشيء كبير وعظيم إذن ما يفعله ليس بإفساد بالفساد في الأرض ننتقل إلى الأسناذ لدينا سندان السند الأول يقول تعالى بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيد الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون سورة الروم الآية الواحدة والأربعون السند الثاني وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد البقرة الآية مئة أو مئتين وخمسة ننتقل إلى قاموس المفاهيم والمصطلحات كلمة الفساد تعني الفساد العام الذي يدخل فيه الجذب القحط ثم كثرة الحرق والغرق ومحق البركات وكثرة المضار لاحظوا هناك كلمة الفساد التي وردت في الآية تعني شيئا عظيما هو كثير جدا ثم بما كسبت أيدي الناس طبعا بما عملوا بسبب معاصيهم وذنوبهم والله سبحانه وتعالى يعاقبهم بهذا الجذب وبكثرة الحرق والغرق ثم يمحق البركات ثم يكثر المضار عنهم بالنسبة للمضامين المضمون الأول يقول ظهور الفساد في البيئة سبب لضمار وهلاك الناس في الدنيا وعقابهم في الآخرة إذن الفساد حينما يظهر في البيئة فهذا يسبب ضمار وهلاك الناس في الدنيا وعقابهم في الآخرة لأنهم هما السبب لما كسبت أيدي الناس نص الثاني يتحدث عن شر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم مما يسبب فسادا وهلاكا للناس والمواشي والنبات فهو اعتداء عام وفساد عام بالنسبة للمحاور الدرس أول مفهوم البيئة في الإسلام والاعتناء بها مفهوم البيئة طبعا لها معاني متعددة لكن البيئة في اللغة العربية مشتقة من فعل بوأ أو تبوأ أي نزل وأقام والتبوأ هو التمكن والاستقرار والبيئة تعني المنزل أي المكان الذي يسكن فيه الإنسان وينزل فيه ويستقر فيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ثم في الاصصلاح تعني البيئة هي عبارة عن الإطار الذي يعيش فيه الإنسان كما قلنا هي المنزل ويمكن أن تتسع إلى أكثر من ذلك المهم هو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ويمارس فيه علاقاته مع قرانه من بين البشر طبعا البيئة هي المكان والإطار الذي يسكن فيه الإنسان وينتعيش فيه ويعيش فيه ويمارس أيضا العلاقات مع أقرانه من بني البشر وربما حتى مع الحيوانات ثم ننتقل إلى النقطة الثانية وهي هل الإسلام يعتني بالبيئة؟ نعم عناية الإسلام بالبيئة تهى اهتماما كبيرا ولماذا حتم على المسلم أن يحافظ على البيئة؟ لماذا أوجب عليه أن يحافظ على البيئة؟ لأن البيئة ليست ملكا لواحد من الناس حتى يسمح لنفسه أن يعيث فيه الفساد بالإصراف والهضر والتلويت بل هو ملك عام لجميع الناس هنا في هذه النقطة نقصد المحيط الطبيعي فهو أي المحيط الطبيعي ليس ملكا لواحد أو نقصد فهي أي البيئة ليست لواحد يملكها ويسرف فيها ويلوث كيفما يريد لأن ذلك المكان ليس ملكا له حتى يفعل فيه بل هو ملك للجميع سوى المسلمين أو غير المسلمين ثم السعب الأساسي في وجوبه تنعم الإنسان بالبيئة والحفاظ عليها أنه أولا مؤتمن تلك البيئة أمانة في عنقه وفي يديه فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في هذه الأرض خليفة له والخليفة لا بد أن يؤدي ما يمليه ويوجب ويفرد عليه مستخلفه وهذه هي عمارة الأرض أن نعمر الأرض والبيئة بما يريده الله سبحانه وتعالى ثم نحافظ على هذه المقدرات الطبيعية وغير الطبيعية إذن فالإسلام اعتنا بالبيئة من هذا الجانب لأن الإنسان تولى المسؤولية وتولى الأمانة على هذه الأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن وحملها الإنسان ثم الإنسان هو خليفة الله في الأرض إذن يجب عليها أن يعمرها كما يريد الله سبحانه كيف نعمرها نعمرها بالصلاح ثم بالمنفعة منفعة البيئة ثم منفعة الناس أيضا وبالتالي لا نسمح لأنفسنا أن نفسد إذن إذا لم نعمرها ولم نصلحها هذه العمارة إذا لم تكن هذه العمارة هي الإصلاح إذا لم يكن الإصلاح فمن يكون طبعا يكون الفساد يكون الفساد وهنا تلاحظون أبناء التلاميذ أن ذلك الشخص الذي يرمي تلك الأزبال ويرميها في مجاري المياه يقول بأن أنه لا يفسد لأن الفساد معنا كبير جدا وما يفعله هو هين وما يفعله أيضا هو بالنسبة له قليل جدا ما يرميه في المياه ما هو قليل جدا ولا يدخل فيه معنى الفساد إذن الفردية الأولى طبعا يقول نتفق مع علي لأنه يفسد الفردية الأولى صحيحة جدا مئة في المئة والفردية الثانية هي خاطئة خاطئة لأن أولا يعتقد أن ما يرميه في المياه هو جزء بسيط لا يتأثر به إلى الماء ولا البيئة ثم هذا لا يعد إفسادا بل هو نفس وعين الفساد إذن فردية الثانية خاطئة جدا لأنه أولا هذه البيئة يمتلكها جميع ولا يحق لهذا الشخص أن يفعل فيها ما يريده وإن كانت نيته نقول بين قوسين جميلة وحسنة لكنه يفسد في هذه الأرض ويعتدي على البيئة ويعتدي على الناس أيضا وهذا والخطير في الأمر إذن إنسان إذا لم يصلح لابد أن يفسد في المحور الثاني نتحدث عن حقوق البيئة الإصلاح وعدم الإفساد إذن البيئة لها حقوق تفرض علينا حقوق تجاهها وبالتالي لابد أن نصلح لنؤدي لها حقوقها ولا نفسد هذه الحقوق سنطرق أو سنعرضها في خمس نقط النقطة الأولى تلويت البيئة ضرب من الفساد في الأرض طبعا تلويت البيئة يعد من ضمن الفساد المحرم لماذا؟ لأننا نصيب الإنسان نهتدي عليه وعلى الحيوان وعلى النبات بالضرر البالي وقد رأينا حسنا حينما كان ينزع ويستعصل فسائل ليلعبها الأطفال الصغار وهذا اعتداء على البيئة ثم أيضا يمسس الله في مخلوقاته ويخل بالتوازن الذي وضعه سبحانه وتعالى على الأرض والطبيعة طبعا أو البيئة عفوا تشمل جميع ما على الكرة الأرضية من أراضي وجبال ووديان وما عليها من مخلوقات كما تشمل الحيوانات والطيور والنبات قال تعالى يبين ويوضح أن تلوية البيئة ضرب من الفساد في الأرض وهو محرم شرعا قال تعالى في سوعة القصص ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين إذن لاحظوا معي ما فعل حسن وهو ينكر عفوا أن ذلك لا يعد فسادا إذن لاحظوا هنا أن هذه النقطة ترد عليه وتفند ما يقول إذن ولا تبغي الفساد في الأرض إنه من الله لا يحب المفسدين في النقطة الثانية نستعرض أيضا نقطة أخرى التي هي تحريم تلويث مياه الشرب وموارد الماء وموارد الماء مجال المياه كما فعل حسن سنرى ذلك إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة أعطانا مجموعة من الأحاديث توضح أن تلويت مياه الشرب وموارد الماء فهو حرام لا يجوز بداية نهار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن ننفخ في ماء الشرب لماذا لأن ذلك النفخ بأفواهنا يلوث الماء الصالح للشرب يقول صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء بل يقطع ثم يقطع ثم يقطع ثلاثة وفي رواية أخرى نهى عن أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه وهذا لا يجوز هذا فقط نفخ في ماء الشرب فكيف برمي الأزبال في هذا الماء الذي يصلح للشرب وينتفع منه الناس ثم نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتبول في الماء الراكد الماء الذي هو واقف لا يتحرك يقول رسوله سلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وفي رواية أخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب ثم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه رواه الإمام أحمد ومسلم إذن هنا لاحظ أن حرم علينا فقط النفخ في ماء الشرب فكيف أن نرمي فيه الأزبال كما فعل حسن ألا يعد هذا إفساد في الأرض ويعد هذا أيضا تلويت للبيئة طبعا إذن هنا فقط إذا حرم علي النفخ فكيف برمي الأزبال ثم أيضا نهار النفخ أن نتبول أيضا في الماء الراكد وأن نغتسل فيه ونحن جنوب ثم أيضا كل هذا يوضح أن الفرضية الثانية خاطئة والأولى صحيحة نقطة الثالثة أيضا كما نهان النبي أن نتبول في الماء الراكد نهان أيضا عن التبرز في مورد المياه والطرق كما سنرى في هذه الأحاديث قاس أصلا اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل طبعا لاحظوا هنا الملاعن ما نعني بالملاعن يعني أي الأسباب التي تجعلك أو تجعل الناس الآخرين بفعلك هذا يلعنونك من يتبرز في الموارد يعني من يقضي حاجته من غائط وبول في الموارد موارد المياه كما فعلى حسن حين رمى الأزبال نفس المفهوم ثم قارعة الطريق الذي هو وسط الطريق الذي يمر فيه الناس ثم الإنسان يبول أو يتغوط في قارعة الطريق ثم من مر في ذلك الطريق لأن الناس ينتفعون والطريق هو بيئة ينتفع الناس منه جميعا ليس ملكا لك وحدك وبالتالي تفعل فيه ما تشاء تتبول فيه أو تقضي حاجة وبالتالي حينما تفعل ذلك تسبب لعنة الناس عليك ثم الظل المكان الذي ذهب إليه حسن كما جاء في الوضعية وعلي وأولادهم الصغار حتى أشجار يستمتعون بظلالها فهنا فهنا يجب يجب أن يحترم تلك البيئة وأن لا يفعل فيها ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا هذه الثلاث بدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ترجع إلى سببين أولا أن الناس جميعا شركاء في ثلاث الناس جميعا شركاء في ثلاث الكلاء أي الربيع الربيع والحشيش ثم الماء ثم النار هذه لا يجب على الإنسان بل يحرم عليه أن يمتنع يعطاءها للآخر لأنها مشتركة بين الجميع وتدخل في هذه البيئة ضمن البيئة ثانيا تلويت المياه كما فعل حسن ويقول أنه لا يفسد وما رماه قليل ولكن لاحظوا هنا تلويت المياه يمنع الأجيال القادمة من الاستفادة من هذه المياه طبعا حينما تلويت ذلك لا لا تقول أنا وحدي أتضرر بل الناس الآخرين يتضررون من ذلك وهذا يخالف مبدأ التواصل التواصل الأجيال الذي جاء به القرآن في قول تعالى يقول واغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ثم النقطة الرابعة هو تحريم الاعتداء على التربة وعلى النبات كما فعل أبناء أو كما فعل حسن ليستمتع أبنائه حينما كان يستأصل وتلك الفسائل الصغيرة قال تعالى عن نعمة النبات ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتعة صورة قاف ثم هناك أمثلة توضح أوجه الاعتداء المعاصر على الأرض والنبات في هذه النقة الآتية أولا بعض الناس وهذا كثير اليوم في العصر الحديث دفن المخلفات الصناعية في التربة بما يقتل الزرع ويطلف الأرض وربما لأحقاب عديدة بما يهلك الحرثة أو النسلة ومنها الله سبحانه وتعالى في السند الثاني ثم ترك الأبخرة والغازات سامة تنطلق في الهواء بما يقضي أيضا على النبات ثم يضر من المخلفات الخطرة في مياه الأنهار كما فعل حسن التي يسقى بها الزرع فتقضي عليه أو تتليفه في أحسن الأحوال إذن كل هذا كما قلنا يخالف أو يؤكد خطأ الفرضية الثانية والأولى صحيحة خامسا تشريع الحدود على المفسدين الذين أحدثوا التلوث بل الإسلام شعر حدودا الحد والنفس بالنفس أو الزجر فيه أنواع متعددة لاحظوا هذه الآية قالت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هذا واضح ولاحظوا ما يتعلق بدرسنا ويسعون في الأرض فسادا ما هو حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم الآية الأخرى تقول من قاتل نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن الحفاظ على البيئة وعدم التلويث البيئة هذا من المهام الكبرى التي أولاها الإسلام عناية كبيرة إذن هذه أو فعلة حسن في مياه في مجاري المياه ثم استئصاله لفسائل هذا كله يعتبر من الإفساد في الأرض لاحظوا إذا أردنا مثلا أن نؤدبه فالقرآن الكريم قد أعطانا حكما واضحا في هذا المجال وهذا كما قلنا يعتبر الإفساد في الأرض أخيرا وضعية تقويمية يقول أو تقول في كل صباح يجد إبراهيم ركاما من النفايات بباب العمارة التي يسكن فيها فقرر القيام بحملة تحسيسية وتوعوية بضرورة الحفاظ على نظافة الحي لكنه عندما عرض الفكرة على جاري أحمد عارضه بشدة بدعوة أن نظافة الحي مسؤولية عمال النظافة الذين يتقاضون أجرة على ذلك وليست من شؤون الساكنة سؤال هل نظافة الحي مسؤولة أيها التلميذ منوطة بالساكنة أم بعمال النظافة أم هما معا ماذا تقرر إن رفضت جميع مساعدتك في البحث عن الحل مرجو أن تجيب عن هذه الأسئلة وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله ربي العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر